ترجمة نانسي قنقر 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 ليس قضية المغاربة فقط ليست قضية العرب فقط ليست قضية المسلمين فقط هي قضية إنسانية هي قضية كل مناظرين الأحرار اليوم أصبحت الراية الفلسطينية وأصبحت الكوفية الفلسطينية رمز النضال يكفي أن نشاهد اليوم حيث في قطر تجري مباريات كأس العالم نرى كأسا أخرى وبطولة أخرى وهي بطولة الاعتراف بالشعب الفلسطيني وبرمزية الشعب الفلسطيني وبراية الشعب الفلسطيني كل المدرجات الملاعب كل الفرق كل الأنصار يحملون راية فلسطين يحملون شعب علم فلسطين يحملون كوفية فلسطين إلى أن قيل أن البطولة لا تشارك فيها 32 دولة بل تشارك فيها 33 دولة تشارك فيها فلسطين قلبا وقالبا وروحا الوقفة اليوم كتجي تخليدا اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني هذه الوقفة اللي دائما 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 تساكن أصدنجها بدعوات من كل الإطارات المناضلة بهذه المدينة أن تعلن من خلالها عن تضامنها مع الشعب الفلسطيني الشعب الذي يتعرض باستمرار لكل أشكال وأنواع الاضطهاد والتنكيل الشعب يعاني من ويلات الاستعمار والاحتلال الظالم والغاشم نعلن اليوم من مدينة سنجا عن تضامن مع هذا الشعب لنقول كفى من الاضطهاد كفى من السياسات الفصل العنصري التي تنهجها لقوات الاحتلال ضد التنكيل الذي يتعرض له هذا الشعب الأعزل خصوصا للمرأة الفلسطينية للأطفال الفلسطينيين سجون الاحتلال ملأ بالأطفال سجون الاحتلال ملأ بالنساء المقاومات البطلات نعلن عن تضامن مع هذه الفئة من المعتقلين مدينة سنجا دائما كانت مع هذا الحدث ودائما ستكون مع هذا الحدث ودائما ستكون في الموعد نحن بنت مدينة طنجا أروى طالبة جامعية فان شاء الله نحن نبينا نداء الجبهة المغربية اليوم لتنديد بالتطبيع لهو نقطة سوداء في الملف المغربي فنحن نعلي نداء واحدا لتطبيع وأن الصهيوني أو المطبع غير مرحب به في أراضينا ونحن نفذي الأراضي الفلسطينية والقضية الفلسطينية بدمائنا وأرواحنا وإلى آخر رمق فنقولها ونندد بصوت واحد لا لتطبيع ونرفض كل أشكال التطبيع كيفما كانت ومدينة طنجا وباقي المدن المغربية على عادتها تحيي هذا اليوم العالمي لتضامن مع الشعب الفلسطيني ومقاومته البطلة وكذلك نناهد كل محاولات والخطوات التطبيعية لا تكون لسعيون خدسونا في العيون لا تكون لسعيون ترجمة نانسي قنقر